علق المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام روسية تتناول وفاة طفل وامرأة جراء قذيفة ألقتها طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة تابعة لإقليم دونيتسك الخارج عن سيطرة كيب وقال المتحدث إن استغلال دماء أطفال قتلى هو جزء أساس من الدعاية النفسية الروسية المضللة ضد أوكرانيا فيما قدم الوفد الأوكراني لمجموعة الاتصال الثلاثية حججا تكشف زيف الاتهامات وتطالب منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بالتحقق من ملابسات الحادث تقع قرية أليكسندروفكا على بعد 15 كيلو مترا من خط الجبهة الطائرات المسيرة التي يمكنها إلقاء عبوات ناسفة عادة ما تكون طائرات ربعية وهي لا تستطيع التحليق إلى مثل هذه المسافات بالنظر إلى التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي يحضر استخدام الطائرات المسيرة فإن القوات الأوكرانية المسلحة لم تستخدم أي تطائرة على الإطلاق منذ سريان الاتفاق في 27 يوليو 2020 ترجمة نانسي قنقر